مختصة في علاج أمراض سرطان بعد معاناة طويلة للمرضى الذين كانوا يتنقلون إلى مدينة وهران من أجل العلاج المزيد مع فاطمة سرقوال وحمد أود استفادت المؤسسة الاستشفائية شعبان حمدون بمغنياب مصلحة جديدة مختصة في علاج أمراض السرطان بعد معاناة طويلة للمرضى حيث كانوا يتنقلون إلى مدينة لمسان ووهران من أجل تلقي جلسة العلاج الكيميائي وبخلق هذه المصلحة الجديدة تم تخفيف الضغط على المستشفى الأخرى إن شاء الله سوف يكون نور للمرضى هذا العدد تحميز زياد من اليوم إلى آخر والعدد الحالي هنا وصل إلى 504 مريض على مستوى المنطقة ونحن نتكفل بهم جميع النواحي الأدوية الكيميائية نحن نحن نتعلم في البداية نحن نتعلم في البداية نحن نتعلم في عمل مدينة مدينة ومعاً نتعلم من الملاد ونحن نتعلم في عمل مدينة مدينة لأخرى سهلوا العلاج وكانوا في اكتضاد مع الطب الداخلي ودوروا قدرهم مصلحة خاصة يكون مرتاحين والطباء بتاحهم الطباء يكون مرتاحين وهذا يفرح الجميع هنا دوروا في تحسنة سافة جديدة ويكيب مون جديد المرض يجي يرتاح غير النظراء يرتاح نقير ويكيب مون جديدة والأطباء ما شاء الله مخدامين دي جاء من قبل الأمور إن شاء الله في تحسن وتشذر الإشارة إلى أن مرضى السرطان أصبح ينتشر بكثرة في الأوين الأخيرة حيث بلاغ عدد المرضى بمدينة مغنية وحدها أكثر من 500 حالة وإلى حين اكتشاف علاج نهائي لهذا المرضى الفتاك تبقى المصلحة تخفف الآلام على المصابين